ادنا نحن جوية اضافات على الكلوث لاين رسمنا عملنا حروفه تشامفر هي اكسترود وبعدين شو رح نعطيه سماك يصغير يشل ماكتر منبلغ فيه هلا عموما شكل هيك خلص بدنا نضف له طبعا سيجمينتس وبدنا نضيف سيجمينتس على اللاين فهون شو ممكن نرجع اعطيه انترولوشن ونضيف ستيبس قد ما زادت معمي اعمال هاي خير الoptimize انو انا اذا عندي خط مستقيم ما يزد عليه تأسيمات نعم نعم هلا هون ممكن اخذ المش سموث بس يفضل اجيله لبعد الكلوث لانو الامر هون تقيل رح يصير على الماكس الشيل من خفيفه شوي وحاطيه هون امر الكلوث اللي منعرفه هاي امر الكلوث نعم Object Properties طبعا عندنا ال line واحد اللي هو الكلوث ورح اقول له اد اوبيكت بدنا ال plane والسفير هاي كبس مع سحب ونحديدهن اثنين او هدول عبارة عن collision object ممكن اعطيه هون كوطن او شي معي ما بدي اعطيه رجال او شي هون هون في عنا خيار اذا عملت له به الحالي هاي simulate local الشيله فكرة كتير بيتققل على الملفة بدنا ننتبه ملاحظ هون مشكلة انو شو صار الاسطح عم يددخلوا مع بعضهم هاي نقطة كتير سلبية فرح اعطيه هون ارجع iris و reset رجعت الوضع الطبيعي بننفعل هون شي اسمه self collision اللي هو التداخل الذاتي طبعا كتير رح يتقل حسابات على الجهاز بس اجمالا بيعطينا النتيجة هاي هون تأثيره عادة بعطي قيمة واحد ما بعرف فرق بيناتهم شو يعني اذا رفعته كتير رح ارجع خفف السيجمينت هي extrude وبعدين رح اعطيه المشي اسمه وبنرجع هون نخفف steps مشال ما ياخد معي وقت كتير برجع بعطيه هون simulate looker شوف النتيجة هلا لاسطح حتى الداخل مع بعضه ويدرس الدراسي كأنه مجسمات كاملة مع بعضه ما عاد يصرفي مع التداخل متل قبل اسمه نgi are OK رحино انظر كتير صرب على الجهاز بعدناها كثير عن الجسم طواليت فيها تضرب من طابل فاكلير بتعطيني تأثيرات يعني سطح مجعلة كثير في أسطح بيعملوها إذا بنعمل غطى سميك أو شي بيعملوه بهالأسلوب يعني هيك وبضيفوله كمان قيمة خفيفة من البرجر فبينتفخوا بنفس الوقت بيقع على التخد شايفين النتيجة هون؟ بعد عند عند أي تدافل بالأسطح فهي هي طبعا بعد ما منخلص ما وصل أطابي بعد كل هالأزام بعد ما منخلص نضف له المشي سموث شايفين النتيجة محلوها توجد هي شغلي عنا قيمة تانية حلوية إذا خذنا هاي طابي رح تشيل مننا هاد الكلمة هام مجالة تانية سوف أقول له سفير عبارة عن خلال هنا سوف أعطيه قيمة مثل 50 هناك شيء اسمه دامبينج دامبينج بشأن إذا وقت تنفس وترد ما تصبح متمادة مقباط سوف أعطيه 10 ونضف له البلين واحد في لجن الابجيط سميولات سوف أعطيه ها البلين سوف أضغب سوف أقوم باستخدام سوف أضغب تدخل كذلك سوف أحيير الإرس و ريسيت سميليت لك تجرب بعطيه شيل هاي البلين وهاي بكل الجن هلا في عنا الافسيت هاي حيانا إذا لما بيوع بتلاقيه في فضع بيناتهم فهي القيم يصفروا وصفة أصلي واحد يعني بصير بيوع على الجسم باشرة انتظر بيوع به هاي بيوع بأي خين ما انا انت في الحصول ايضا ونقوم بعمل اتنسى انا اتنسى اتنسى انا اتنسى اتنسى انا اتنسى اشوف هون الدرس جاي يقرأ الخصائصي في هون بقلب البلاين في عندك هدولة الدبف السماكي بتقدر تعطيه تولي اكتغل مشهب ممكن بتعطينا تأثير بس مشكلة ما فهمان شو هني بتضبط بقيم بس لعب تجريب معي ببيس الطب بس بحاول اقرأ هون بحيس نفهمان بتضبط شو هني هاي اهم شي بس قيمة السلف كولوجين في شي تاني هين هاي تمام اليوم معلومات الاضاءة كتير حكفيتي هاي بحاولتكم اليوم اهلا بنسبة ل اي اهلا امني مثلا الظلال هون كتير حدي بدا تنميم ووزع شبك ايه اللي بتعطيه وعفكرا كل ما زدتوا عدد الاضاءة كل ما اعطينا نتيجة احلة فحاولا تزيدوها ااا ازا كان اجهزت تكون قويّة طبعا هاي الأمني وحلي لما من قوية هي اللي بكون مسؤولة عن الإضاءة تعطينا هالمشكلة هاي فلما بنوزدع حتى هون يعني باربي عندك الأمني في الفكرة بس بالمشاهد ان هون الألوان كل قريبين من بعضها فلازم يعطي لون أولونين يكونوا آسيات يعني يا أما هون حطي المخدات الحمر يضربها لما حطينا هون مثلا ورد أحمر اللوحات تكون حدي بس لما أنا طلع شوف فيه ألوان هيكي قوي فبس هاي يخل انتبه علي بشغلكم درس جاية المفروض غرفكم تكون كاملة تعطون عن تلك شكل مثل الصور اللي شفتوها هاي صور تاني الى العون زلال هي مشكلة هاي حطى تالكت داريكت من فوق أو أمني هون بظن مفتيلة التو سايد الداخلي على كل الغرفة عندك لوحة هون كتير عم لا هاي تمام بس قبل كان فيها ضم بس بدا تخفيف شوي الكتب إذا عزبوكن بس مرروا كالوان لون لون علماء شي بي بيعطى النتيجة حلوة في عنا كماني بالنسبة بس لمشهد نحن أخذ مشهد من هدول خطوات تجهيز مشهد بس للريندور نحن أخذنا الإضاءة و أخذنا كل شي بقيان بس آخر شي طبعا منفعل الزاوي اللي بدنا ايها متل ما قولنا منضبطها شويه باخدنا كل شي بقيان بس آخر شي طبعا منفعل الزاوي اللي بدنا ايها متل ما قولنا نحن أخذ لقطة حلوة ما باخد لقطة يكون فيها مسلا نقطوشها نصف اللوحة أو ما في شي معين مركز عليه ممكن أخذه هون على المكتب يتكون هي الهدف أو الكرسي هاد ماشي فهي بدنا ننتبه لها توزيع العناصر بالنشهد فبعد ما منثبت لقطة مثل ما حكينا كنترول سي اللقطة صاري جاهزي رح ننتيل على قائمة اسمه F10 اللي هي حصائص رندر أنا بحدد هون شقد إياسات الصورة اللي بدي إياها وشقد نسبتها هلأ نسبة الصورة هاي مانا مرتبطة مع المسقط فبنا نفعل هون خيار بزر اليمين شا اسمه Show Save Frame أو Shift to F أول ما منفعل هون شفتها الإطار لحط طليا هاي نسبة الصورة بدنا تطلع بالرندر طبعا ما زي عجيب الشغل فنحنا منشيله ومنفعله Shift to F خلصنا من هون حددنا الإياسات هاي عادة الإياسات هاي يعني أنا إذا بدي صدر صورة لتنطبع على A3 خلونا نقول لازم توصل لل 1600 1400 هيك شي البعد الكبير فيها حتى تطلع دقيتها معقولة A4 ممكن لحد الألف فهن ممكن ناخد نحن 1200 وصد ماشي عطاني الأبعاد هاي أبعاد الصورة اللي بدنا نرندرها وبس هيك في عنا خيار هون شي اسمه Render Output إذا بتكنتوا تركوه يرندر لحاله بنحط المسار بيعملها Save لحاله أول ما يخلص Save بالمسار اللي انت حددتوه طبعا القوليتي 100% ما تخلي الخيارات نفسه وبيان نعملها بس تجهز مع السورة بتتسيف معي كملف جي بي جي في المعروبات اللي أخذناها اليوم ان شاء الله سوف تقدروا تكملوا مشهد خارجي كامل خارجي وداخل كامل مع الإكساء مع الإضاءة في عنا تفاصيل كتير بدنا نحطة ان شاء الله بقسم المشاريع بالدورة هيك خلصنا تقريبا أول قسم هو قسم المبادع الأساسي والرسم والإكساء وإضاءة في أي سؤال آه